سلام عليكم شباب معاكم ديسنجر اول جهدي فهذا فيديو راح اتكلم معاكم وعطيكم كل شيء بالتفصيل كيف تقدر تحصل الدروع 335 و 330 و 320 راح اعطيكم كل شيء بالتفصيل وان شاء الله تستفيدون طبعا خلينا ابتدي معاكم 335 تقدر تحصلهم من عدة اماكن اذا تلعب بـ Prison of Eldest فيه بسيج تاخد من عند فاريكس تكمل التكيت وطبعا هذا اسبوع التحدي انه تقتل بالهيتشوت بالنسبة لي اخدت المايدة ملتيتول وخلست بسرعة تاخد ثلاثة قيام قيامين قاعدة القتل فيه ملوحوش وثالث سوينا بمرة سريع سريع وخلصنا وخلصنا الشالنج كامل الشيء الثاني الباونتيز مع الكروسبل الاسبوعية تاخدهم اللورد شاكس تخلص الباونتيز احتمال يعطيك اشياء دروع واسلحة ثلاثمية وخمسة وثلاثين الشيء الثالث كورت اوف اريكس اذا تستخدم انتكويت دروين او تير ثري او التمثال الاول اول ما توصل عند الكورت اوف اريكس طبعا كل هذا اللي قيتهم كلهم واحد اول تمثال اول ما توصل هناك يكون على يسارك اذا تشغل هذاك راح يعطيك احتمال ثلاثمية وخمسة وثلاثين ارتفاكت وعندك الايرون بانر اذا وصل الايرون بانر احتمال يعطيك ثلاثمية وخمسة وثلاثين يعني راح يكون دروبز او ان راح يبيعهم صلاح الدين لا توقع استنمون صلاح الدين المهم ترايلز اوف اوسايروس اذا توصل لايتهاوس راح يعطيك ثلاثمية وخمسة وثلاثين الباونتيز راح تعطيك ثلاثمية وثلاثين بس مو خمسة وثلاثين خلوكو هادف بالكم خلو المعلومة اكيد تطير من بالكم وليقوا بعين ما حتى لاعلي يتندم من طلعة ثلاثمية وثلاثين وثلاثمية وثلاثين الباونتيز يعطي ثلاثمية وثلاثين واللايتهاوس يعطي ثلاثمية وثلاثمية وثلاثين يعني في سبب انك يخليك تروح اللايتهاوس وعندك فانغارد هيرويك سترايك بعض الفانغارد يطلع لك بعض الاشياء المخصصة بأسلحة مخصصة من بعض السترايكات راح تكلم عنها بعين بالتفصيل في فيديوهات الثانية يطلع لك اسلحة معينة وطبعا عندك اكزوتك انجرامز واخر شيء كينغز فول هيرويك رايد اذا هاد الاشياء اللي ما كنته عنكم يطلع ثلاثمية وثلاثمية وثلاثين خلنا نعيد عليكم بالسرية حق لا تنسونها عندك بريزن اوف ايلدرز بسج شالنج تيكيت عندك كروسيبول باونتيز وعندك كوت اوف اريكس طلع لك ارتفاكت وعندك ترايز اوف اسالس في اللايتهاوس الايرون بانر اذا جاء وبعض الاسترايكات تنزلك بعض الاسترايكات مو كلهم بس عندك اشياء معينة اكزوتك انجرام وكينغز فول هيرويك رايد طبعا اكزوتك اذا عندك اكزوتك وتبي تفتحه حتى انجرام حاول ترفع اكثر اللايت عندك وتفتحه طبعا هذا الشي يعطيك احتماليات اكثر ان حصل 335 كما ارتفع اللايت كما زادت احتمالية المهم خلينا حتكلم معكم كيف تحصل على 330 طبعا الويكلي نايت فول سترايك تحصل 330 فانكشن باكيجز او مثل تروح الديد اوربت تروح النيومناركي اذا تفتهم عندهم باكيجات احتمال يعطيك 330 و ترايلز باونتيز هذه ثلاث الاماكن تقدر تحصل فيه 330 طبعا 320 عندك نورمال كينغز فول رايد يطلع 320 البلوستين اوف الديلز لفل 41 يطلع لك 320 الانجنترى انقرام حده يطلع 310 الريل انقرام 310 وحتى الايتم زحي 310 هذه الاماكن والاشياء اللي قلتها بالتفصيل اذا سمعت اي شي ثاني ابدا مصحيح طبعا هذا الكلام جبت من موقع بنجي ومتأكن من المعلومات اللي جبتها 100% فاذا شباب عندكم اي استفسار اي شي عن دستيني فهذا الفترة اكتب ليها في الكمان تحت او اي افكار اسوي عنه فيديوهات طبعا اذا اصويت شي قادم فيديو قادم موجود عندي فقنا ما راح اكرر ان ننزل اشياء جديدة في فيديوهات كثيرة بيغطيها عن دستيني وان شاء الله يمديني الاحقي فاذا عنك اي سؤال اكتب ليها في الكمان تحت وان شاء الله ما اقسم معكم ونشوك مع اخير الفيديو جاي طبعا اذا وصلت الى هذه النقطة انت سيعتبر من زاحفين يلكن نسل لايك وشير اشتركوا على الاشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت كل شي اذا انت تساعدني لا تقصر حبيبي معي وان شاء الله ما اقصر معكم فيعطيكم العافية وشكو مع اخير في الفيديو جاي سلام عليكم موسيقى